بعد كده هيشتدي إقاع المكاق بعد كده ممكن يبدأ موجد غضب أو زي ما خلاص اتفقنا على اسمها نوبة مزاج عصبي في شكل إيه بقى؟ سريخ إنه يرمي نفسه على الأرض أو يتقلب على الأرض أو يجز على سنانه أو يشوت حاجة قدامه بإيده أو برجله وطبعا ممكن يعمل أكتر من حاجة من دول يعني مش هيعمل حاجة واحدة للأسف بعض الأطفال ودول نسبة قليلة بيمسكوا تنفسهم يعني تلاقوا فيه ناس كده هتلاقوا فيه أسئلة حتى بتتبعيت ليقولوا إيه ده لما بيبقى يدخل في الحالة دي تلاقوا زي ما يكون مش عارف يتنفس أو يعني بيكتم نفسه يبقى بسس كده وأكينه ما بيقودش نفسه لدرجة إن فيه أطفال لونهم بيبتدي يزرق لكن بطمنكم إنه هما بيرجعوا بسرعة لحالة التنفس الطبيعي يعني هما بيبقى زي بالزبط أما واحد كده كده كبير نقول له يمسك تنفسك فيمسك تنفسك كده شوية وعين ما يقدرش واخدين بالكم فيعني إيه مش معنى كده أنكم تسيبوهم بس أصدي ما تقلقوش هو الأطفال ليس لديها قدرة أو الإنسان ليس لديه قدرة على كتم نفسه أو يقاف تنفسه فترة طويلة تمام بس أنا بقول لكم عشان لما تحصل ما تقولوش أنتم دمخكم ما تروحش في حتة تانية يعني تمام طيب المفروض نعمل إيه سواء لما نلاحظ العلامات اللي بتسبق حدوث نوبة المزاج العصبي أو إذا حصلت فعلا لما تلاحظي العلامات تعملي إيه ابدأي فورا بالاتصال البصري معاه من خلال النظرة المباشرة في العين يعني لما تلاقوا حاجة من العلامات التلاتة دي يبتدي بصيله في عينه بس بصيله في عينه مش اللي هو بصات الرعب يا يعني بصيله بس بنسميه احنا eye to eye contact بصة مباشرة أو نظرة مباشرة من عينك في عينه تمام الحركة دي أهميتها أنها بتجذب انتباه الطفل وبتسحب منه جزء من طاقة الغضب اللي كان ناوي يستخدمها يعني لما يتلاقيه بتبصيله كده أنا بكرر أهو بصوله بصات عادية مش بصات مثلا أنه هو ابتسامة ولا بصات أنه هو تخويف بصيله بس كده وكأنك أنت بتسألي وأنت بتعمل كده ليه أو أنت ناوي تعمل إيه البصة دي في حد ذاتها بتاخد جزء من الطاقة اللي كان ناوي يستخدمها في نوبة الغضب أو نوبة المزاج العصبي طيب بعد النظرات المباشرة واللي هتستغرق ثواني هتلجأي الحيلة تانية الطريقة التانية بقى في التعامل الطريقة التانية برضو مطلوب منها أو الغرض منها سحب مزيد من طاقة الغضب عن طريق ما يعرف بسؤال الإلهاء إيه هو سؤال الإلهاء ده عبر عن سؤال عادي جدا لكن إجابته هتحتاج لبعض التركيز من الطفل أقول لكم أمثلا يعني وإنتي خلاص إنتي لاحزت يا أقول حجم العلامات التلاتة يعني حاجة أو أكتر منهم يبتدي يبصيله في عينه دي أول مرحلة ثواني كده وبعدين اسألي سؤال أقول لكم مثلا إيه ده هو جرز الباب درب وإحنا سيبنا المياه مفتوحة سؤال ملوش علاقة في حاجة خالص طرح النوع ده من الأسئلة مع إكمال الحيلة بقى إنه أثناء ما الطفل بيفكر في الإجابة إنك تروحي ناحية باب الشقة مثلا وكأنك بتتأكدي إن ما فيش حد بيضرب الجرز أو إنك تروحي الحمام تتأكدي إن حنافية المياه مقفولة الممثلة يعني اللي أنا قلتها هذه التصرفات البسيطة عشان كي اسمها سؤال الإلهاء أنت بتلهيه بتلهيه عن اللي هو كالنوي يعمله هذه التصرفات البسيطة كفيلة إنها تلخبط ما يعرف بالبناء التراكمي اللي الطفل كان بيجهزه عشان يبدأ البكاء ثم نوبة المزاج العصبي بتلخبط له البنى اللي هو بيبنيه بس طبعا أنا بحذركم من سؤال محدد عشان أنا عارف إن بعض الناس ممكن يقعوا في الفرق ده إيه هو؟ احنا قلنا سؤال إلهاء ده سألي على أي حاجة بس في حاجة ممنوع تسألي عليها اللي هي إيه؟ ما تقوليش هو الموبايل بيرن مثلا الموبايل بالذات الطفل هيشبط فيه يعني أنت كده زي ما كون بتقوليله اشبط وسرخ فإنسوا الموبايل يعني خلاص اسألوا أي حاجة هو إيه ده؟ هو بابا صحي أو هو الجرس الباب درب زي ما بقول أو هي الحنفية المية نزلة من الحنفية ما قفلناش الحنفية أو إيه الصد ده؟ أو هي اللمبة بتعمل سوق أي سؤال بس بلاش الموبايل يعني طيب هل دي يعني هل دي فقط هي الطريقة اللي نتجنب بيها كل ده بنتجنب اللي هو المرحلة اللي هي المرحلة اللي هو إيه نحنا بنقوله لأ هل دي الطريقة الوحيدة اللي نتجنب بيها اللي ممكن نعملها قبل نوبة المزاج العصبي الإجابة لأ في طريقة تانية هنقولها بس في الجزء التالت والأخير من حلقتنا بقى النهار وكمان هنقول نعمل إيه مش لازم لما احنا نعمل حاجة يحصل نتيجة ممكن تحصل نتيجة والدنيا تمشي كويس لكن ماذا لو بقى ما استجابش وقرر أنه يكمل يا ترى المفروض نتصرف إزاي في الحالة دي